شكراً السيد الرئيس السيد الرئيس إنما شهدته منطقتنا يوم أمس هو نتيجة طبيعية وحتمية لأعمال عدوان متكررة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميساق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي بلاد سوريا ودول أخرى مستفيدة في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية داخل هذا المجلس وخارجه لقد جعل هذا الدعم الأمريكي الأعمى واللا محدود سلطات الاحتلال تتخيل واهمة أنها فوق الأمم المتحدة وفوق القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي اعتمدتها منظمتنا على مدى عقود وجعلها تعتقد أن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في المنطقة دون أي ردين أو عقاب لقد حزرت بلادي الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن والأمانة العامة مرارا وتكرارا من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وما رافقها من اعتداءات هستيرية على دول المنطقة لقد طالبنا أيضا في رسائلنا مرارا وتكرارا مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك الفوري وفقا لولايتها إلا أن الإدارة الأمريكية وعددا من حلفائها عرقلوا أي تحرك لمجلس الأمن ونهوضه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حدين لجرائم إسرائيلة ومساءلتها عنها إن سلوك تلك الدول ليس بجديد إذ أنها عرقلت على مدى سبعة عقود ونصف لا بل ما يزيد عن سبعة عقود ونصف قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات 242-338-497 التي تشكل الركيزة الأساسية وجوهر الحل للصراع العربي الإسرائيلي والسبيل لمعالجة ما ترتب عن الاحتلال الإسرائيلي من أزمات وتحديات في المنطقة السيد الرئيس تحمل سوريا سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي يهدد السلم والأمن في المنطقة وتشدد سوريا على أن منطقتنا قد عانت بما فيه الكفاية من انتهاكات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائها للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد المساق لقد آن الأوان لتحرك جاد تراجع فيه تلك الدول سياساتها الهدامة إزاء منطقتنا وشعوبنا وتبادر بشكل فوري وغير مشروط لتصويب تلك السياسات بما في ذلك من خلال فرض وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى دول المنطقة وضمان الوصول الكامل والميسر للمساعدات الإنسانية ووضع حد للتجويع المتعمد الذي يعاني منه أهالي غزة كذلك إنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأمريكية على أراضي بلاد سوريا ووقف نهبها الممنهج لاستروات الوطنية ورعايتها للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير الانفرادية القسرية التي تمثل إرهاباً اقتصادياً وعقاباً جماعياً آن للسوريين أن يتحرروا منهم السيد الرئيس لقد استمعنا لبيانات بعض الوفود الغربية التي عبرت مجدداً عن نهجها القائم على النفاق وازدواجية المعايير لقد اعتاد البعض في هذا المجلس أن يقدم التفسيرات التي يرتئيها لأحكام الميساق وأن يسخرها لخدمة أهدافه وأطماعه بما في ذلك المادة 51 التي تكفل حقاً أساسياً لجميع دولنا ألا وهو حق الدفاع المشروع عن النفس لقد شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أعمال عدوان متكررة على بلادي التي تبعد عنها آلاف الأميال مجتمعة الدول السلاس تارة وفرادة تارة أخرى وذلك استناداً لتفسير مشوه للمادة 51 ومزاعي مواهية ليست أكثر من أكاذيب لا أساس لها من الصحة ولم تكتفي بذلك بل إنها حالت دون مناقشة مجلس الأمن لتلك الاعتداءات والتحرك لإعلاء مبادئ الميساق التي تحاول تلك الدول الاستعادة عنها بما تسميه النظام القائم على القواعد رولز بيست أوردر إن ما قامت به جمهورية إيران الإسلامية يوم أمس هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروعي عن النفس كما رآه الآباء المؤسسين لمنظمتنا وكما تضمنته المادة 51 من الميساق لقد جاء الرد الإيراني كضرورة ملحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية ومنع الدول الغربية السلاس دائمة العضوية في مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرد إدانتها لقد تجلى ذلك بوضوح في عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن لبيان صحفي يدين الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي الذي طال القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في انتهاك سافر لكافة المواسيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها وهذا ليس بغريبا على من قام وحلفائه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بيلغرياد عام 1999 ختاماً السيد الرئيس في 25 نيسان إبريل 1945 انطلقت أعمال مؤتمر سان فرانسيسكو المنشئ لمنظمة الأمم المتحدة والذي وضع الميساق ليكون البوصلة لعملنا المشترك وضمنه في مبادئه الأساسية ما يؤكد على ضرورة احترام السيادة والمساواة بين الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتوجب على دولنا التأكيد على هذه المبادئ لأن في احترامها نجاح الأمم المتحدة في ولايتها وفي انتهاكها يغيب القانون وتسود شريعة الغاب والحروب وعدم الاستقرار إن سوريا العضو المؤسس للأمم المتحدة لا تزال تؤمن بهذه المنظمة ومبادئها ومقاصدها وتتطلع لقيامها بالدور المناطبها في حفظ السلم والأمن الدوليين ومعالجة الأسباب الجزرية للتحديات التي تشهدها منطقتنا وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا والرفاهي لشعوبنا شكراً سيد الرئيس اشتركوا في القناة شكرا